فقرة دي فقرة مهمة جدا بعنوان التطرف الرقمي الحقيقة التطور الإلكتروني ساهم بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت في ظهور مفهوم جديد بيسمى التطرف الرقمي هو الحقيقة مش مفهوم جديد هو مفهوم قديم بس ظهر مؤخرا على الساحة يعني التطرف الرقمي ببساطة كده احنا منتكلم عن ارتباط الحوادث بشبكة الانترنت اللي اتخذت في النمو وكمان الانتشار خلال الفترة الأخيرة يا دين صحيحة كمان بتشمل انتشار المحتوى المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها تفاصيل أكتر عن ايه هو التطرف الرقمي ومدى أثاره على فكر وعقول الشباب وكيفية كمان اتعاد عن هذا التطرف والاستفادة بأكبر قدر ممكن من التكنولوجيا بسعيدنا يكون معنا ومنورنا النهاردة دكتور محمد محسن رمضان خبير الأمن السيبرانيا ومكافحة الجرائم الالكترونية صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا دين هانم صباح الخير وستسر رجائي أهلا بحضاء ممكن رجائي طرح تساؤل في بداية الفقرة ايه هو التطرف الرقمي حابين نعرف عنه واثاره سلبية كمان هو التطرف الإلكتروني هو التطرف التقليد العادي بس هنا بتختلف ان هو بيتم من خلال منصات السوشيال ميديا وعلى شبكة الإنترنت تمام وهو عدم الاعتدال في الاستخدام او الانحياز الى جارب معين بشكل اكبر كتير جدا تمام طب ده بيتم ازاي ده بيتم ان في محتوىات كتيرة جدا موجودة على شبكة الإنترنت مفيش رقابة عليها دي نمرة واحد نمرة اتنين بيقدمها اشخاص غير متخصصين وده ما يطلق عليه بس السم داخل العسل ازاي ان انا اقدر اوضح لحضرتك فيديو اعمل لحضرتك فيديو الفيديو ده في فكرة معينة انا عايزة تنشأ لدى الشباب والاطفال تمام وليكن مثلا فكرة متطرف في العلاقات الاسرية فكرة متطرف ليني فكرة متطرف سياسي اي ان كان النوع ابتدى حطوله جوا فيديو وحالك شايف منصات تواصل الاجتماعي عاملت ازاي دلوقتي والفيديوهات فيها عاملت ازاي وايه المحتوى اللي بيتم نشره تمام محتوى اللي بيتم نشره على الميديا كلها بيهدف او بشكل عام من الاشكال اللي بتقوم بتطرف بيهدف الى هدم المجتمع النهاردة كان الاول من الميديا تلايك كان بيتم نشر الاخبار التكنولوجية السياسية الرياضية وكان الاهتمامات مصنفة الاكتر من الاهتمام النهاردة اي شخص بقى حابب يعمل فيديو الفيديو ده ممكن يكون خارج عن سياق الاخلاق خارج عن سياق المجتمع المصري تمام ويبتده نشره حلما بتحقيق ارباحة تمام من ضمن الاجزاء دي كلها هو عدم موجود رقابة من الاسرة ومن المجتمع على هذه الفيديوهات النهاردة حضرتك الاطفال الصوارين من سن ثلاث سنوات مسكين موبايل في اياما دا حقيق الاب يدخل لرحمة دي ودي كارسة على فكرة دكتوري يعني كانوا جايبين مؤسس تيك توك الفترة اللي فاتت في لقاء فبيقولوا الاستخدام الام للاطفال قال لهم لا انا ما عنديش اطفال تستخدم الاستخدام سن 18 سنة قال لهم لا دا في اطفال من 3 سنين قال لهم السبب في ذلك الأسرة طب ليه لانه بيتحيل على الموقع ويبتدي يحط تاريخ ميلاد يتناسب مع السن دوت عشان يقدر يفتح له الطبقات دي او مش بس كده كمان بنشوف الطفل او الطفلة فاتحين اللايف بتاحهم على التيك توك ومقعدين اسرهم في الكدر يعني الأسرة كمان شايفه ده بيحصل بتشارك بتشارك فعلا بتشارك في الجريمة ما دي يا فاندي ما نعيز يقول الحركة على حاجة اللي بيحصل هنا دلوقتي بتزيف الوعي اللي بيحصل ده تزيف الوعي هل اللي بيحصل قدام الكاميرا ده هو اللي بيحصل في الطبيعي نا طبعا واللل الناس قاعدة جاهزة مجايزين هيقولوا ايه ويعملوا ايه وهيتكلموا ازاي عشان يحققوا على نسبة ارباح طب ده لو بيحصل في الطبيعة كانت تبقى مشكلة يعني حراك لو جينا رجعنا زمان للتلفزيون المصري والكاميرا الخافية لما كانت بيتيجوا كانت بتبقى مفاجئة للناس وكلام ده كله كانت بيبقى فيها نوع من أنواع الاشتراك الناس حابة تفرج على ده تعال بقى حراك تفرج على المحتوى اللي موجود دلوقتي على الميديا عامل إزاي المحتوى اللي موجود على الميديا أنا متفق مع حضرتك هنعمل إيه بالزبط ولو ضغط على حضرتك شوية كمان وأنا بصور ما عليش يستحمل عشان نحقق نسب مشاهدات وده اللي بيقدر يقنع بيه الابن الأب أو الأسرة كاملة تمام بالزبط يعني دي كرسة كبيرة جدا بيوصلنا لمرحلة كبيرة جدا بيوصلنا لمرحلة بقى وجود جرائم أيوة يعني يوصلنا لمرحلة وجود جرائم إلكترونية ديان اللي عايزين دكتور نيسافيد من وجود حضرتك بصفة حضرتك متخصص في الأمن السيبراني ومجافحة الجرائم الإلكترونية حاجة ذكرت حاجة مهمة جدا وخطيرة في نفس الوقت بث السم في العسل من خلال المعلومات من خلال الحكاوي والقصص اللي بتنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عايزين برضو عشان سادة المشاهدين يعرفوا نوعية الحاجات دي يعني بالشارب تبقى شكلها عامل عامل إزاي لو عند حضرتك حاجات قصص فعلية تم رصدها من قبلكم فيها دس السم في العسل ده رقم واحد رقم اتنين ازاي نحمي أطفالنا ونفسنا من هذا النوع من حروب الجيل الرابع طيب خلينا نقول بداية ان احنا عندنا انواع مختلفة للجرائم عندنا جرائم اسمها جرائم تكنولوجية وفيه جرائم تانية اسمها جرائم تستخدم التكنولوجيا جرائم تكنولوجية وجرائم تستخدم التكنولوجيا طب ايه الفرق ما بين الجرائم التكنولوجية وجرائم التي تستخدم التكنولوجيا هنبتدي بالجرائم التي تستخدم التكنولوجيا لانها موجودة بشكل كبير جدا بعيدة عظيم بس اعلقته كمان بالدرك ويب علشان برضو ده حاجة مهمة طب نبدأ بقى من عند حضرتك الأول معلش هو الإنترنت لدي الشبكة بتقسم ل3 أقسام سيرفز ويب الشبكة السطحية ديب ويب الشبكة العميقة دارك ويب الشبكة المظلمة الدارك ويب الشبكة المظلمة دي موجود عليها كل ما هو مجرم ومحرم عالميا ودوليا يتم بارتكاب عليها جميع الجرائم التكنولوجية والجرائم اللي تستخدم التكنولوجيا وبيع البيانات التي تم تسريبها من الشركات أو الأشخاص ومتاقات الإقتمان كل ده بيتم على الدارك ويب هو السؤال المهم أي حد يقدر يدخل على الداركويب؟ لا. طب مصر وغدى إجراءات مهمة عشان محدش يقدر يدخل على الداركويب أو فيما يجرم ذلك ده موجود فعلا بالفعل. طب اللي بيبقى داخل على الداركويب هو عارف هو هيعمل إيه وعارف أنه هو داخل يرتكب شيء خطأ. فبيجيب آليات يقدر يدخل من خلالها عشان ما يتمش كشفه. تمام. تمام. دي أمر واحد ده بالنسبة الداركويب. نرجع تاني لحرارة جرائم التكنولوجية بقى والجرائم اللي تستخدمي. خلينا في منظور داركويب. طيب. هل مجرد دخولي على الداركويب؟ هل ده مجرم جريميا؟ دي جريم. مجرد دخولي فقط. دي جريم. دي جريم. دي جريم. إننا اكتشف إيه اللي موجود فيه. لأ دخول حضرتك إنك إنت تستكشف ديت. دي كارثة مش جريمة. طب ليه كارثة؟ لأن حضرتك داخل في وسط عالم متخفي. حضرتك الوحيد اللي ظهر. تمام؟ فإيه اللي هيحصل معك؟ كل الداتا بتاعتك ممكن تسرق منك في لحظة. ممكن تتصور تلقائيا. ممكن تاخذ منك بيانات. بلاش الفضول يعني. رانسموير. آه ممكن يحصل رانسموير على الجهاز بتاعك. دي حاجة مهمة يا جماعة. علش. الناس اللي عندهم فضول عشان يستكشفوا حاجة وعندهم النوهة والمعلومات الكافية نية تخليهم تمكنهم أنهم يخشوا على الداركويب. دي حاجة متاح. يفضل الدكتور كامل. اول حاجة اه انا خلاصنا دك كويب. نتكلم بقى على. على جرائم التكنولوجيا وجرائم اللي تستخدم التكنولوجيا. جرائم اللي تستخدم التكنولوجيا هي جرائم التقليدية اللي موجودة في الطبيعة خالص. بس ابتدت يتم استحداثها باستخدام التكنولوجيا. زي زي السبب والقاسف عبر منصات التواصل الاجتماعي. دي جريمة تستخدم التكنولوجيا. لانها كانت موجودة في الوضع الطبيعي العادي. تمام? الابتزاز الالكتروني الابتزاز الالكتروني كارثة جريمة في حق المجتمع الابتزاز الالكتروني بيتعرض ليه أشخاص كتير جدا مش شرط إحنا كان عندنا ثقافة زمان يقولك الابتزاز الالكتروني للمرأة لا ده هو الابتزاز الالكتروني للمرأة والرجل وحاليا بيتم الأطفال تمام ليه؟ بسبب قلة الرقابة الأبوية وقلة الوعي التكنولوجي لدى المستخدمين تمام خلينا نقف معلش هستأزم معليك بس عند الابتزاز الالكتروني ده لأنه مهم جدا لقدر الله أي حد بتعرض الابتزاز الالكتروني هو أول جهة لازم يخترها الأسرة الأول تمام؟ أيا كان الوضع حتى لو هو مخطئ الأسرة هي خط الدفاع الأول بالنسبة لحضرتك تمام؟ تاني حاجة ما ينفعش أن هو يبلغ المبتز أن هو بياخد إجراءات قدامه إطلاقا واحد يقول طب هو يبلغ الأسرة ليه؟ لأن المبتز أول حد بيحاول يوصله هو الأسرة بتاعته الشخص دوت فلو الأسرة عارفة أن في مشكلة هتوقف في صف الشخص اللي موجود عندها دي نمر واحد نمر اتنين اتغاذ إقراءات قانونية تمام؟ والإبلاغ عن عملية الابتزاز من خلال الجهات المختصة دون علم المبتز يعني ما جيش أوله طب أنا هبلغ أنا أخدت كذا لأن أنا قلت له أنا هبلغ وأنا أخدت كذا أو أعملت كذا أوتوماتيك ما ممكن يغير المحتوى اللي موجود يمسح الداتة وحالك شايف الأليات الجديدة بتاعت السوشيال ميديا تقدر تغير الحاجة بعد ما نزلتها في فترة قد إيه وتقدر تغير المحتوى يعني ممكن حد يعمل صفحة يشتم فيها شخص من أشخاص بعد كده يعمل بلاغ يقول لنا هبلغ يروح مغير كل المحتوى اللي موجود جواه الصفحة ومسح الحاجة اللي موجودة جواه ويطلع الصفحة بتاعته بتقدم حاجة مميزة يعني تمام؟ النصب الإلكتروني ومنتشر انتشار كبير جدا وده أحد الجراملات تستخدم التكنولوجيا هنا بقى في النصب الإلكتروني بيتم اتلاعب على عقول البشر بما يطلق عليها السليب وحيال الهندسة الاجتماعية السوشيال انجينيرينج الهندسة الاجتماعية بمعنى؟ الهندسة الاجتماعية هي فن اختراق عقول البشر قبل الأجهزة يعني إزاي أقدر أخترق عقل الشخص اللي قدامي قبل ما أخترق جهازه؟ طب ليه لإني الأجهزة مؤمنة جميع الأجهزة اللي بنستخدمها بتنزل من الشركات مؤمنة احنا اللي بنابتدي نفتح الصغارات الأمنية اللي موجودة جواها ازاي؟ يقنع لي أحد الأشخاص أن أنا هبعط لك طبيق أو الطبيق الفلاني دوت طبيق X أو Y دوت ممكن لو نزلته يعرفك اللي قدامك اللوكيشن بتاعه فين؟ وهو بيكلمك وقت سعب عن بعد تمام؟ فأدخوا لاجه نزل الطبيق ألاقي الطبيق ده مش موجود على المتجر الأساسي أطر أنزله من صفحات خارجية وأنا بنزل الطبيق يطلب مني أذونات إن أنا أنزل من مصادر غير موصوخ فيها مثلا فابتدي نزل الطبيق دوت فأنا اللي فتحت الصغر الأمنية الصغر الأمنية أنا اللي فتحتها عندي وده منتشر جدا النوع ده من التطبيقات اللي موجودة دلوقتي يعني ها بالضبط فأنا اللي فتحت الصغر الأمنية عندي هنا بقى يبتدي المخترق يدخل بقى على الجهاز بتاع حضرتك يبعط لحضرتك رابط يبعط لحضرتك أعلانات يشوف اهتمامات حضرتك بحيث أن حضرتك النهاردة بقى عندك ثقافة لا أنا مش هفتح لينك طب أنا هبعط لك عن طريق طبيق هبعطولك في أي آلية من الآليات الجديدة اللي موجودة حاليا دي حاجة مهمة جدا دكتور وعايزين يعني نركز على النقطة دي كمان يدينا إن الفكرة إن ما بقاش فكرة إن إحنا يتم اختراقنا برابط يعني لما إحنا مثلا بيتبعط لنا لينك أنا عمي مفتح أي لينك جالي من أي حد ما رفض دي صقافة كويسة يعني النهاردة في جزئية جديدة حضرتك بيتم استخدامها من خلال برضو حال استغلال حاجة الشباب للعمل يبتدي يبعط له على واتساب فويس من دولة تانية وهو في نفس الدولة هنا بس من خلال طبقات معينة يقدر يكلمك من نفس رقمك سيرفيز أكلم حضرتك من نفس رقم من نفس الرقم صح سيرفيز أحط رقم حضرتك وأكلم أستاذ دينا بالنق وحضرتك ما اتصلتش أصلا أبعط رسائل من خلاله أقدر أبعط رسائل واتساب ها هو دلوقتي اللي بيتم على السوشال ميديا أو على الطبقات التواصل إن حضرتك تروح جاي باعت رسالة للشخص إحنا عايزينك تشتغل في الوظيفة الفلانية ودوس على اللينك ده علشان التقديم ادخل سجل بياناتك هو ما بيقولوش بقى دوس على اللينك ادخل سجل بياناتك من خلال الفورم اللي موجود قدام حضرتك دوت فطبعا هو هيدخل يلاقي إن الفورم ده سليم ناس بتدور على وظيفة عايزين مستندات وظيفية واحد يقولي طب هو هيت عيب نفسه ليه وياخد دوت لا لأنه عنده الفكرة هنا بتنقسم لأكتر من القسم إيه هو القسم الأولاني إنه هو عايز يسرق بياناته واحد يقولي هاي عمليه بالبيانات ما ياخدها لا البيانات هي بترول العصر الحالي من يملك البيانات ويقوم بتجميعها وتصنيفها وتحليلها يملك اتخاذ القرار طب هو في فرق من التأمين الهواتف المحمولة من أنظمة أندرويد يعني دايما يقولك أي حاجة ممكن تكون مؤمنة أكتر ولا مالهاش علاقة بص فاندي هنقول اي او اس أعلى شوية في التأمين لكن برضو معرض لا يوجد نظام رقمي أمن بالنسبة 100% لأن زي ما كنا بنتكلم دلوقتي حاليا ممكن تيجي صغرة من المستخدم يعني المستخدم هو نقطة الضعف الأساسية فممكن الشركة تكون مؤمنة تأمين كويس جدا طيب إحنا دلوقتي التكنولوجيا بقت خلاص محوطانة في كل اتجاه وإحنا دلوقتي عندنا أولادنا في سن معين خلاص إحنا مش قادرين نفصلهم عن التكنولوجيا دي إزاي يقدر أمين مش هقول حضرك أأمينهم لأنه خلاص فيه وقت في سن معين أنا مبقدرش أملي عليه شروط معينة بس إزاي خليه يتوجه بالتكنولوجيا لأنه يعمل أشياء إيجابية في حياته يعني استغلال استغلال الإيجابي الأمثل تمام خلينا نقول إن حضرتك الشباب والأطفال إحنا محتاجين نبتدي نبني جواهم الوعي التكنولوجي يعني أنا أعمل مبادرة مجانية اسمها صفراء الوعي التكنولوجي دي بنعلم فيها الشباب كلهم من سن ستاشر إلى مال نهاية وعمل واحد تاني اسمها سايبر جونيور دولت فور فري مجانية أونلاين بنعلمهم إيه بقى؟ بناخدهم نروح معلمينهم تعالوا يا جماعة إحنا هنعلمكم إزاي تستخدموا برمجة إزاي تكتبوا بايسون إزاي تقدروا تأمنوا الأجهزة بتاعتك إزاي تأمن شبكة المنزل بتاعتك لأن لو شبكة المنزل حصل فيها اختراق هيبقى فيه مشكلة بالنسبة للأجهزة اللي موجودة جواها إزاي تأمن الأجهزة الخاصة بيك؟ إزاي تأمن أجهزة الـ IoT إنترنت الأشياء اللي موجودة في البيت عندك؟ دي فيديوهات يا دكتور دا دا مش فيديوهات دي محاضرات فعلية بيديها متخصصين في تكنولوجيا المعلومات أونلاين يعني أنا جاب أفضل يعني زملائي كلهم اللي موجودين معايا من أفضل الناس متخصص في تكنولوجيا المعلومات هي متاحة أونلاين أه متاحة أونلاين لا يعني إسم المبادرتين للأطفال سايبر جونيور دي الأطفال من سن 8 لغاية سن 15 سنة وصفراء الوعي التكنولوجي من سن 15 إلى مالينا ما بنقولش لحد بعدها أنت رايح فين تمام؟ وبياخدوا شهادات دولية مجانية معنا احنا دا كله بنعمله بنعمله عشان نرفع مستوى الوعي التكنولوجي لمستخدمين ابتدينا نوجه بقى الأطفال تعال أنت بتقعد أديها على تيك توك يقول لي بقعد ساعة وقبل ما جي نام لازم أقعد ساعتين أتفرج على الفيديوهات طب إيه رأيك في الساعة دي لو أنت عملتلي بريزنتيشن تمام؟ عن ريادة الأعمال وخدتلي فكرة معينة وقدمتها لي أن أنا أخليك تطلع تشرحها لزميلك وخليك تطلع أونلاين تكلمهم وتشرح لهم زي ما إحنا بنقف أنا كده عملت معي أنا كده عملت خدته من المكان اللي هو فيه وديته أنه يبتدي يشتغل ويعمل سيرش ويروح للبابا ويروح لماما لو سمحت أنا عايز أعمل دي مش عارف أعملها إزاي أنا عايز أقول الحراكة وإحنا شغالين كان أولياء الأمور بيحضروا معنا أونلاين كان يبقى يقولك أنا الولد بيفضل قعد عايز يشتغل يعني من إحدى الكيسة الجميلة واحد بيكلمني بيقول لي أنا ابني حطت الموبايل قدامه إحنا بنتغدى فأنا بقول له سيبه بطل فرج أنا جبت فيديو بيشرح إزاي أكتب الكود الفلاني عشان أقدر أبقى موجود معهم فإحنا هنا محتاجين بقى نتضمن مع الدولة لأن هي مسئولية مجتمع مسئلية المجتمع والفرد والدولة إحنا ما يحتاجين وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات بتقدم دورات تدريبية ومنح مجانية قوية جدا جدا وزارة الشباب والرياضة بتعمل كذلك كل الوزارات اللي موجودة على الساحة بتعمل كل الكلام دولة فإحنا محتاجين بقى نوجه أبناءنا للجزئية دي النهار دا إحنا عايزين بقى نوجهه إيه بتلعب رياضة أو كي إلعب رياضة تعال بقى مع الرياضة علمك برمجة علمك AI علمك تصميم صفحات ويب هيبقى هو تعلم حاجة جديدة بدل ما هو مش لاقف حاجة بس مفيدة بالنسبة لي بالزبط فاندي وإدران يستخدمها كمان في حياته ويتفيده كمان بعد كده يعني هيبقى مؤهل بشكل جديد ويقدر يكسب من وراها يعني أنا عندي دلوقتي عندي دلوقتي مجموعة من اللي تخرجوا عاملين مشروعة تمام هو فعلا يعني إحنا سعداء جدا موجود حداك معنا واخذنا معلومات كافية جدا بس يعني منسبة لي كمان أنا في حاجات أبدأ أأمن نفسي فيها شوية في التليفون أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد محسن رمضان خبير الأمن السبراني ومكافحة الجرام الإلكترونية نورتنا